اشتركوا في القناة القرى العالمية محمد الباز هيشرح لنا ازاي ده بيحصل وايه اللي بيعمله يوغن كلوب عشان يكون من افضل الفرق على مستوى العالم محمد برحب بيك اهل مسألة نهلم حضرتك كابتن هاني قول لي بقى طبعا كلنا متابعين طبعا محمد صلاح واداءه الرائع مع ليبر بول ولكن نتكلم ليبر بول دايما بيقول اداء جماعي على مستوى الجماعة بالرغم وجود نجون كبار زي محمد صلاح لكن نتكلم دايما على الاداء الجماعي قولنا ايه اللي بيميز يورجون كلوب خاصة على مستوى الخط الهجومي بكل تأكيد هو يورجون كلوب مع القوة الهجومية اللي خلقها مع ليبر بول والتطور القوة الهجومية على مدار السنين الاخيرة عمل حالة مختلفة لليبر بول الكل بتساءل ايه القوة الهجومية دايه اللي بيعمله يورجون كلوب مع الكتيبة النارية بكيادة طبعا محمد صلاح وساد يوماني وفرمينو وكل النجوم اهم ما يميز او ما ينجح او العناصر المساهمة في تحقيق نجاح القوة الهجومية اللي بير بول دوت بيشتغلوا على تلات حاجات تلات حاجات اساسية الحاجة الاولى هي تثبيت المدافعين تثبيت المدافعين ميكانيزم جديد وجدوا حلول مع يورجون كلوب ده معتمد على التحرك بدون كرة من المهاجمين سواء كان جوتا وصلاح والديناميكية من غير كرة ما بينهم كلهم والزيادة اللي بيتحصل مع الظاهر الايمن او الظاهر الايصر سواء كان مع ناحية ارنولد او روبنسون بيعملوا ديناميكية بشكل عالي جدا بيسبتوا بها المدافعين كابتن هاني رقم واحد رقم اتنين سحب المدافع ووضعوا في موقف حارق جدا مش عارف هو يمسك مين ولا مين وده كله بيعتمد على التنبو والسرعة بتاعة المهاجمين الكتيبة النارية اللي احنا بنتكلم عليها دي صحيح صحيح يعني كمان وانت بتتكلم طبعا فيه احصائية نازلة تزداد بالمباراة 19 ده المتوسط 19 تزديدة في المباراة بتتكلم على رقميات في المباراة بتوصل لتمانية بتتكلم على شباك نظيبة 13 اهداف وصلت ل27 بالرجل اليمنى بتتكلم على 28 طبعا هدف بالرجل اليسرى مباريات طبعا 25 والاهداف 64 ده نسبة اكتر من 2 و 5 من 10 اقوى خط هجوم في هذا السيزن في البرايمر ليج هو ليفربول 64 هدف صناعة الفرص الكبرى المحققة 99 منها فرص ضائعة 49 تقريبا 50% من الفرص المحققة ضائعة وده كله بالسبب الثلاث عوامل اللي احنا بنتكلم عليهم ونشرحهم بالحالات تعالى ناخد يعني ناخد انت بتتكلم على ثلاث قواعد كبيرة جدا بيشتغل عليها يوجن كلوب تعالى ناخد قاعدة قاعدة ونشرحها كمان بالصورة للسادة المشاهدين كنت اكيد اول قاعدة زي ما نكتلم هي ازاي بيسبتوا المدفعين تثبيت المدفعين دوت بيتم من خلال يعني احنا لو نقدر نبص مع بعض ازاي هما بيسبتوا المدفعين هنا ده من خلال الديناميكية الشغل الديناميكي اللي بيشتغل ما بين صلاح و جوتا والتحرك بتاحه هنا فيرمينو يا كابتن معاك كورا في حالة ان صلاح بس مع تحركه في الفيمتو الساكن دوت سحب معاك 2 من المدفعين ده مانشستر يونيتد اللي حصل هنا جوتا تحرك بخطوات بسيطة للامام فرض مساحة لجوتا في الصورة التانية هتوضح لنا خلينا نرجع للصورة اللي فاتت علشان كمان في نقطة هكلمك عليها سريعا هو كمان لا مركزية اللا مركزية بتتكلم على جوتا في الموقف الطبيعي انه هو بيلعب طرف شمال فيرمينو بيلعب راس حربة ومحمد صلاح بيلعب وينجيمين لكن زي ما بنتكلم دايما ان محمد صلاح بيخش لجوه خروج فيرمينو في الجزئية دي ودخول محمد صلاح ودخول طبعا ديجو جوتا في داخل الملعب علشان يعمل المسلس اللي راسه فيرمينو ده النقطة هتتكلم عليها تثبيت المدفعين عشان بصدر الناس تعرف فدلوقتي الباكي اليمين بنتكلم انه هو هل هيخش جوه مع ديجو جوتا ولو دخل لجوه هيفضي مساحة ل طبعا ريبرتسون روبينس بالزبط ونفس الكلام نبي كايتا بالزبط نبي كايتا وبيبقى سعاد أرنولد كمان منطلق فديجوز مهم جدا جدا عشان الناس تفهم يعني ايه تثبيت المدفعين انك بتثبت استردباكين لازم يكون فيه واحد داخل محمد صلاح داخل لجوه ديجو جوتا داخل لجوه وفيرمينو هو اللي بيقوم دلوقتي بصناعة الهدف بشكل أو بآخر بكل تأكيد الصورة الثانية بتبين لنا لما استلم جوتا هنا في الديناميكية اللي حصلت لما وزام حدتك قلت زبط تحرك محمد صلاح لجوه ادى المساحة هنا لجوتا بقى عنده خلاص خلقوا مساحات وكبيرة جدا هنا روبينس في ناحية الشمال أو نبي كايتا في ناحية اليمين فعنده أكتر من حلول أكتر من حل أو أكتر من خيار أنه يقدر أنه يباصل لكايتا يقدر أنه يباصل لروبينس ويخلق هجمة يعني محققة طبعا تمت ترجمتها بهدف في هذا اللقاء صحيح ده أهم عنصر بنتكلم عليه هو تثبيت المدافعين عن طريق الديناميكية والتحرك ما بين الصورة دي محمد الصورة الثانية هنا بنتكلم على مع تثبيت المدافعين بيخلقوا زيادة العددية وسحب المدافع هنا في نفس الصورة ديت عندنا الروبينسون في تحرك ميلنر عشان بس برضو نوضح ميلنر ده بيلعب فيه ميلنر بيلعب وسط ملعب فإن هو يكون موجود في الصورة ديت وإن هو يرجع بالشكل دوت التحرك دوت فعمل ارتباك لمدافعين مانشستر يونايتد فبالتالي عندنا ليندلوفر هنا مش عارف هو ييجي مع ميلنر طبعا هنا جوتا هيسيب له المساحة دي النقطة اللي بتتكلم عليها في حالة طبعا ليندلوفر لو ضغط بشكل كويس على ميلنر هيخلق مساحة كمان لجوتا ان هو يتحرك من وراها ولو راح مع ديكو جوتا فأكيد ميلنر هياخد مساحة فاضية فدي جزء اللي تتكلم عليها جزء مهم جدا ان اللا مركزية في الأداء اللجومي وزي احنا شايفين محمد صلاح كمان داخل لجوة وفيه كسافة عددية ودي نقطة مهمة جزيادة عددية جوتا وميلنر أصبحوا دلوقتي في حالة اتنين على واحد موقف اتنين على واحد على ليندلوفر مش عارف هو يعمل ايه بالتالي برضو هنا لو بصينا حنلاقي مدافع منشستان نتعتقد مجوير ومجوير خلاص يعني هو مش عارف برضو هو أوتن بوزيش هو يطلع برا مركزه وبالتالي بيكون في عملية خلل في الخطوط الدفاعية دي الدينماكية ده الميكانيزم اللي وصله يورجون كلوب مع الكتيبة كلها اللي بيشارك فيها بشغل الديناميكي حتى سوى كان أرنولد من ناحية اليمين أو هنا روبنزن من ناحية الشمال مع التحرك الداخلي أو الخارج السادي ومانيه مع صلاح بيعملوا ارتباك للمدافعين مهم جدا نتكلم عليه كمان كل ده بيتم برتم سريع وده الرتم والتمبو اللي بتتكلم عليه عشان برضو بعض الناس بتقول يعني ايه تمبو فإحنا بنشرح ان التمبو ده السرعة في الأداء يعني السرعة في الأداء مهم جدا 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 طب الصورة دي بيتقول يا محمد السرعة دي نفس الكلام هنا عمل 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 دلوقتي حرك الكرة دلوقتي مع فرمينو نفس الكلام عندي هنا تاني اختراق من محمد صلاح محمد صلاح احنا زي ما احنا عارفين محمد صلاح طبعا بلعب جناح يمين أو في الوينج اليمين محمد صلاح دخل لجوه قطع كل دوت فضرب السلسلة الدفاعية لفريق منشستر يونايتد بالتالي خلق هنا مساحة لكايتا فبالتالي بدأنا في مشهد زيادة عددية في تسبيت للمدفعين هنا برضو مجوير مش عارف يعمل ايه والناحية التانية خالص المكان كان مساحة واسعة لأرنولد ان هو يقدر يزيد ويبقى فيه هجمة طبعا يعني طبعا الشكل باين جدا وانت بتتكلم في نقطة مهمة كمان عملية الردم عملية السرعة بالأداء ده شيء مهم جدا وده شفنا كابتن هاني في المباراة الأخيرة أمام نورش سيتي الهدف التاني المقصية لسادي وماني كان نفس الشكل كان بدأ برضو من طبعا من قلب الدفاع بصى الكورة يعني كان فيها برضو تحرك هو التحرك واضح جدا ولكن حتى انت لو حافظت تحرك مع ديناميكية مع تغيير بزبط صعب جدا ده أعتقد حيبقى الجزء مهم جدا انت جبت سيرة المباراة اللي فاتت دوت دي ازاي محمد صلاح أحرز الأهداف مع ليفر بول بتتكلم على 150 هدف في البريمير ليج من الملاحظ جدا وده علشان الجزء اللي جاي فيه احنا عندنا مقارنة ما بين امبابي وما بين هلل انت بتتكلم محمد صلاح زي ما حضرارك شافين 150 هدف تقريبا بتتكلم على 95% من داخل الثمنتاشر محمد صلاح البوزيشن بتاعه بيلعب رايت وينج لكن بالأداء والستراتيجي بتاع يورجن كلوم دايما بنشوف محمد صلاح جوة الثمنتاشر قريب من الثمنتاشر في يعني لو عدينا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر اهداف برة الثمنتاشر وعندك اهداف كتيرة 140 هدف تقريبا من الثمنتاشر فده طبعا شيء يحسب للتاكتك اللي انت كنت بتتكلم عليه طيب انت عندك كمان مقارنة كبيرة جدا ما بين اثنين نجوم كبار جدا على مستوى حتى المركز الصيف اللي جاي بنتكلم على هلن وبنتكلم على امبابي حديث الساعة اقوى خط هجوم اقوى مهاجمين اقوى اثنين مهاجمين في الوقت انت جبتنا حاجات مهمة جدا برضو شحالنا سريعا مع السادة المشاهدين طب احنا عايزين نوضح هنا في المقارنة إن امبابي بيلعب في اكتر من مركز بقدر يعتمد عليه المدرب في اكتر من مركز طبعا بوشتينو مع بارس في اوقات بيلعب تنص ملعب مهاجم ناحية الشمال وده ما لعبهاش الى مرة واحدة مباراة واحدة بيلعب مهاجم صريح ب16 مباراة لعب مهاجم واهمي 21 مباراة لعب مهاجم واهمي ناحية الشمال 21 مباراة وناحية لمن إمبابيه هنا لما شفناه من ناحية الشمال. وحنشوفها في الهتمب. لعب 21 مباراة أحرز 19 هدف من الـ 21 مباراة. XG عالي جدا في نسبة تحقيق الأهداف. صناعة الأهداف برضو 8. ساهم في تمريرات 848 تمريرة. وتسديد على المرمى أنطرجة 84. فاعلية قوة جدا لما بيلعب فيه كمهاجم وهمي ناحية الشمال. ناحية اليمين. ما شاركش بشكل كبير جدا. يعني هو قوةه بيكون مهاجم وهمي ناحية الشمال. وبالتالي لأنه ساعات بيخش على جوة بيستخدم الرجلي المين أفضل من رجلي الشمال. صحيح. طيب الصورة لبعد كده. وفي جدول تاني. على العكس مع هالند. هالند برضو بنعرض هالند. طبعا الهتماء بالأول لإمبابيه وجوده من ناحية الشمال. زي ما قلنا بالأرقام. إن القوة والفعالية بتاعته بتيجي ناحية الشمال. واضح جدا. ساحات والسرحات. صحيح. ناحية اليمين أقل كتير جدا. وكمان خلاني نتكلم حتى جوة 18 بيكون ناحية الشمال. ناحية دايما. وحتى الهدف الرائع اللي جابه أمام ريال مدريد في الشاملز ليك. كان من الناحة دي. طيب نروح لهالند سريعا. نشوف هالند. نفس الكلام. هالند بيعتمد عليه الكوتش في أكتر من مكان. كمهاجم صريح. مهاجم ناحية الشمال أو ناحية اليمين أيضا. في الثلاثة بوزيشنز. أهمهم هو المهاجم صريح. هو بوكس تارجت. وده الفرق ما بينه ما بين إمبابي. مهاجم صريح هنا على إلاه في 16 مورا أحرص 19 هدف يعني. أوفر أكسيد طبعا. الإكس جي عنده عالي جدا. صناعة الأهداف بيساهم شكل كبير جدا. سبع أهداف عدد مرات 232. بيسدد على المرمى ومتارجت 72. قوته كمهاجم صريح جوه البوكس. وده المقارنة في كل البوزيشنز. نعرف قوة اللاعب فينه وفعليته. نتكلم على إمبابي. إمبابي على الجانب الأيسر. الشمال. لكن دي طبعا. الهيتماب الخاصة في هالند. بتوضح لنا هو لاعب بوكس. لاعب تارجت. وده البوزيشنز ورعتنا. لما لاعب في أكتر من مكان. قوة وفعليته بتكون فين في تحقيق الهدف. محمد طبعا رؤية أكتر من رائعة. وإن شاء الله سنبقى سادة مشاهدين نستمتع بالتحليلات الفنية من خلال الأرقام. من خلال الصور. من خلال طبعا أداء فني لفرق كبيرة جدا. محمد الباز بنشكرك شكرا لزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا لزيلا. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. إن شاء الله بإذن الله لنا لقاء مع حضراتك. كالمعتاد يوم الخميس ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. اشتركوا في القناة